أحبائي من جبل التطويبات أمام كنيسة التطويبات منكمل دراستنا تعليم المسيح على الجبل عزته الشهيرة في هذه الحلقة طبعاً رح أتكلم عن دوافع الصلاة دوافع الصلاة الصحيحة المفروض قال يسوع وأما أنت فمتى صليت فلتكن كالمرائين وأما أنت فمتى صليت فاتخل إلى مخدعك واغلق بابك وصلي إلى أبيك الذي في الخفاء فأبوك الذي يرى في الخفاء هو يجازيك علانية وحينما تصلون لا تكرروا الكلام باطلاً كالأمم أحبائي الرب يسوع المسيح فعلاً بيتكلم عن دوافع الصلاة الصحيحة هل مجرد فرائض من مارسها ومن علمها؟ وطبعاً في الشرق في كل الديانات بتشوف دايماً الناس بتصلي في زوايا الشوارع في المجامع وفي أماكن كثيرة طبعاً في كتير ناس يمكن الدافع مش صح، الدافع غلط عشان الناس اللي بتمر تشوفهم وهم يصلوا وبالواقع الرب يسوعاً بهاجم كل نوعيات الصلاة اللي هي تعتبر من مظاهر التدين الخارجي اللي في داخلها رياء وكبرياء اللي في داخلها نفاق ديني الأمم طبعاً إحنا منعرف بالعهد القديم كانوا يصلوا يضلوا يعيدوا يكرروا الكلام يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا، يا بعل أجبنا وفي العهد الجديد في أيام بولوس الرسول في مدينة أفسوس ظلوا سعتين عظيمة هي أرطميس أرطميس طبعاً إلهة في بلاد اليونان وفي تركيا أيضاً اليوم اللي هي آسيا الصغرى تكرير الكلام باطلاً لكن صلاة اليهود هي عبارة عن عدة صلوات الصلاة المشهورة عند اليهود هي الصلاة الأولى إشمع يسرائيل أدوناي إلهينو أدوناي إخاد اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد هذه كل يهودي مخلص بصلي هذه الصلاة اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد طبعاً هذه الصلاة لازم يكررها صباحاً ومساءاً وطبعاً إذا بيكون سايق إذا بيكون مسافر لازم يوقف في أي مكان بيتواجد فيه في أي مكان بيتواجد لازم يوقف طبعاً الصلاة الثانية المشهورة عند اليهود في صلاة بسموها صلاة الثمانية عشر يمكن زادوا عليها بند صارت تسعة عشر هذا جزء مهم في العبادة في المجمع فهي عبارة عن صلوات كثيرة صلوات قصيرة وطبعاً الصلوات هذه رائعة وكتابية منها مثلاً ارجعنا إلى شريعتك لتظهر رحمتك وكلمات كثيرة مثل هذه الكلمات لكن شو المشكلة في الموضوع طريقة الترديد والهدف من ترديد هذه الكلمات فكان برددها ثلاث مرات في اليوم الصبح والظهر والمساء نفس الشيء إذا بيكون مسافر أو في أي مكان متواجد فيه بيجي في معاد الصلاة لأنه عندهم مواعيد محددة وفيه أوقات لمواعيد الصلوات نحن نعرف أنه بطرس ويحنى صعداء ليصليا في صلاة الساعة التاسعة عند اليهود فيه مواعيد للصلاة اللي بيسموها التمانية عشر وعندهم صلوات كثير في كل المناسبات وصلوات لكل شيء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر